يوما بعد يوم تتصاعد حدة النتائج السلبية للعقوبات الأمريكية على إيران وترتفع الأصوات من قلب النظام الإيراني المعترفة بتداعيات هذه العقوبات فبعد اعتراف رأس النظام علي خامنئي مؤخرا بأن العقوبات الأمريكية تشكل ضغطا غير مسبوق على الإيرانيين جاء اليوم أحد أركان النظام وهو وزير النفط بيجان زنجانا ليقارن الأوضاع التي تعيشها بلاده حاليا بسبب العقوبات الأمريكية مع معاشته إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي واصفا إياها بالأصعب الوزير الإيراني بيّن كذلك أن العراق أوقف اتفاقا مع طهران لمبادلة الخام المنتج في حقل كاركوك شمالي البلاد مقابل نفط إيراني كما اشتكى من أن اليونان وإيطاليا لم تعودا تشتريان النفط من إيران ولا تجيبان على طلب المسؤولين الإيرانيين الالتقاء بهم رغم كونهما مدرجتين في قائمة الدول التي منحتها واشنطن إعفاء مؤقتا من العقوبات اعتراف آخر بما يعانيه الاقتصاد الإيراني من أزمات بسبب العقوبات الأمريكية جاء هذه المرة من غرفة تجارة طهران التي أكدت على لسان رئيسها مسعود خانساي أن البلاد شهدت العام الماضي إغلاق ثمانمائة شركة مقاولات نفطية من أصل ألف وخمسمائة مختصة بهذا المجال مضيفا أنه لا يكاد أسبوع يمضي إلا وتغلق فيه ما بين عشر وخمسين شركة أبوابها في البلاد ويخسر المئات من العمال أعمالهم وانعكاسا لتأزم الأوضاع الاقتصادية في إيران كشف خبراء في الاقتصاد أن نحو سبعين بالمئة من عمال إيران البالغ عددهم أربعة عشر مليونا هم تحت خط الفقر كذلك بيّن الخبراء أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة تسببت في تضخم بلغ بين ثلاثين وأربعين بالمئة لافتين إلى أن الأحصائيات التي تقدمها السلطات ومؤسساتها ومراكز الأحصاء التابعة لها غير صحيحة وبالرغم من محاولة النظام الإيراني إخفاء الكثير من حقائق التأثيرات السلبية للعقوبات على جميع قطاعات الحياة إلا أن ما وصلت إليه أوضاع الإيرانيين باستعاضتهم عن اللحوم التي لا يستطيعون شراءها بالعظام إشارة كبيرة لحجم التدهور الكبير في معيشة الإيرانيين الذين مزقتهم سياسة التوسع والتدخل الخارجي التي تنتهجها حكومتهم والتي استنفدت المليارات من ثروات الشعب وهي السبب الرئيس في فرض هذه العقوبة ترجمة نانسي قنقر